اكد سيد عبد العزيز الاشراف الوكيل المساعد للرقابة والموائرد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ان ادارة التفتيش بالوزارة مستمرة في الحملات التفتيشية والتوعوية للتأكد من التزام المحل الصناعية والتجارية بقرار غلق المحل الصناعية والتجارية احترازيا لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا جهود مستمرة تبذلها ادارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف المحلات الرقابية والتوعوية للتأكد من التزام المحل الصناعية والتجارية بقرار غلق المحل الصناعية والتجارية احترازيا لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا بالاضافة الى التحقق من التطبيق الصحيح للاجراءات والتدابير الصحية في القطاعات التجارية الاساسية التي تم استثناؤها من الاغلاق حيث تم تنفيذ اكثر من الفي زيارة ميدانية خلال الاسبوع الفائت بكافة مناطق ومحافظات المملكة ومختلف القطاعات سواء المستثنى من قرار الغلق او المحلات التي تزاول انشطتها عن طريق الطلبات الخارجية والتوصيل بهدف التحقق من تطبيق كافة الاجراءات الواردة في القرارات الحكومية كلا بحسب المسموح له حيث تم رصد مخالفات بسيطة بدءا من صدور القرار حتى تاريخه وتم اتخاذ الاجراءات الصحيحة الفورية بخصوصها ودعت الوزارة الى ضرورة مواصلة التزام جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بكافة القرارات والتعليمات الصادرة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع لافتة الى ان الزيارات الميدانية والرقابية مستمرة بحسب الخطط التنظيمية المعدة لذلك في كافة محافظات مملكة البحرين